إذا علمتم أن منحنة دالة G هو منحنة دالة F لـ X يساوي X تربيع بعد التوسيع اكتبوا معادلة G لـ X أوقفوا الفيديو وحاولوا كتابة المعادلة بأنفسكم لاحظوا أن منحنة دالة G مقلوب على المحور الأفقي X وأوسع من منحنة دالة F أولاً اقلبوا منحنة دالة F على المحور الأفقي إذن X تساوي صفر Y تساوي صفر وإذا X تساوي سالب 1 Y تساوي سالب 1 بدلاً من موجب 1 وإذا X تساوي سالب 2 Y تساوي سالب 4 بدلاً من موجب 4 أرسموا منحنة يصل بين هذه النقاط هذا مقلوب منحنة دالة F لاحظوا أن قيمة Y في المنحنة المقلوب هي عكس أو سالب قيمة Y في المنحنة الأصلي هذا يعني أن هذا منحنة Y يساوي سالب F لـ X أو Y يساوي سالب X تربية مهما كانت قيمة X احسبوا مربع القيمة ثم اضربوها في سالب 1 ولكن منحنة G لـ X مختلف لأنه مفتوح بشكل أوسع ما هو عامل المقياس الذي يمكنكم ضرب هذا المنحنة فيه ليتمدد ويصبح مثل منحنة G لـ X اختاروا نقطة معينة على منحنة G لـ X مثلاً هذه النقطة 2 فاصلة سالب 1 X تساوي 2 Y تساوي سالب 1 أي G لـ 2 يساوي سالب 1 أما في المنحنة المقلوب للدالة F إذا كان X تساوي 2 Y تساوي سالب 4 اضربوا سالب 4 في 1 على 4 لتحصلوا على القيمة نفسها على منحنة G مثلاً إذا كان المقياس يساوي 1 على 4 تصبح المعادلة Y يساوي سالب 1 على 4 X تربيع لأنه عندما X يساوي 2 Y يساوي سالب 4 على المنحنة المقلوب لـ F ولكن يجب أن تصبح Y يساوي سالب 1 سالب 1 يساوي 1 على 4 ضرب سالب 4 لذلك إذا ضربتم قيم المنحنة المقلوب في 1 على 4 سيتطابق المنحنة المقلوب مع منحنة G لـ X تحققوا من ذلك إذا X تساوي 0 Y تساوي 0 إذا X تساوي 1 Y تساوي 1 تربيع ضرب سالب 1 على 4 يساوي سالب 1 على 4 وهذا ينطبق مع هذا المنحنة إذا X تساوي 2 Y يساوي 2 تربيع يساوي 4 4 ضرب سالب 1 على 4 يساوي سالب 1 وهي هذه النقطة هنا وإذا X تساوي 4 Y تساوي 4 تربيع يساوي 16 16 ضرب سالب 1 على 4 يساوي سالب 4 وهذا ينطبق أيضا على القيم السالبة لـ X هذا يعني أن هذه المعادلة صحيحة G لـ X يساوي سالب 1 على 4 ضرب X تربيع والمقياس لهذه الدالة هو قيمة سالبة وهذا سبب انعكاس المنحنة على المحور الأفقي ثم ضربها في هذا الكسر الذي له قيمة مطلقة أقل من واحد هذا يجعل المنحنة أوسع إذا كانت القيمة المطلقة لهذه القيمة أكبر من واحد هذا يعني أن المنحنة يكون أطول عامودياً أو أضيق أفقياً ترجمة نانسي قنقر